طيب حصل في موضوع تجديد عقد جابي حاجتين مهمين جدا أول حاجة جابي مجدد لغاية 20-26-24 تجديد العقد شرط جزائي موجود في العقد بتاعه بمليار يورو شمعنا مليار وشمعنا جابي ومجموعة من اللعيبة تم اختيارها عشان شرطها الجزائي يكون مليار هنستعرض اللعيبة الأول اللي عقدها أو الشرط الجزائي في عقدها مليار يورو تحديدا وبعدين نقول السبب اللعيبة دي فيهم حاجة واحدة مشتركة كوندي أراوخو بيدري جابي انسوفاتي رافينيا فران توريس كلهم تحت 25 سنة بل أغلبهم تحت 23 سنة فالاختيار هنا تم للعيبة الهيئة بتشكل مستقبل النادي تم اختيارهم النيدول تحديدا شرطهم الجزائي بمليار شمعنا بقى مليار قوانين اللعب المالي النظيف المستحدثة اللي هتتطبق جديد بتقول انه النادي يصرف 70% من قيمة الإرادات اللي جاياله يعني ميزانياتك هاي 70% من مكسب تصرفه على السفقات مليار ده أعلى من أي ميزانية في العالم فهو حتى رقم مستحيل لو انت هتصرف فلوسك كلها السنة دي على العيب واحد من دول برضو ما تعرفش الجيب لابورتا معلم في الحاجات دي محامي في النهاية له ما له وعليه ما عليه واللي حصل مع ميسي يخلي أي حد حتى من جمهور برشلونة مش قادر يتخطى بس في الحاجات دي معلم مليار أكبر من أي ميزانية في العالم فما فيش فرقة تعرفش تري واحد من دول فده كان سبب المليار حاجة تانية بقى وده طبعا الصحافة سابت كل الفيلم ده والمليار والعقود والحاجات دي وامسك في دي جافي بيمضي العقد فوحدة نزلت الملعب راحت عايزة تصور بشكل عادي يعني فراحت اتصورت وبعد ما اتصورت قامت جاية مدياله ورقة في ايده ومشيت جافي بص في الورقة شاف اللي مكتوب فيها وعدنا ما جاي عينها حطها جامب يعني ولا رماها ولا بتاع حط اللقر جامب كويس ومشيت فأصبح حديث الصحافة دلوقتي هي الورقة دي فيها ايه يعني جافي يستلم الورقة وتصور معها والدنيا تمام يعني والكل بقى ابتدى يخترع سبورت بايبيل الشبكة الشهيرة طبعا عملت تقليل عن الموضوع ده لقيت ان كل الناس المتبين